بإمكانيات بسيطة ووسائل إعلام قليلة ينقل الصحفيون والناشطون الميدانيون المشهد العراقي إلى العالم رغم قيود حرية الصحافة التي تفرضها الحكومة وملشياتها وعلى مدار أكثر من مئة يوم يشاهد العالم يوميات ثورة تشرين العراقية منقولة من كاميرات بسيطة تتحدى القيود المفروضة وتسلط الضوء على جزء يسير من فضاعة الجرائم بحق المتظاهرين وما خفي كان أعظم صحيفة ناشيونال الأمريكية تقول إن الميليشيات المدعومة من إيران تحارب حرية الصحافة في العراق وتوضح أن الصحفيين العراقيين يواجهون هجمات تهدد حياتهم بسبب تعطية التظاهرات المناهضة للنظام حيث أصبحت محنة الصحفيين واضحة مع استمرار الصحافة في تحدي النخبة الحاكمة التي تقمع المتظاهرين المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب وثق تعرض عشرات الصحفيين والناشطين لعمليات استهداف وقتل واختطاف في المحافظات العراقية خلال تغطيتهم وقائع الثورة وتعتبر هذه الانتهاكات جزءا من الحرب المعلنة ضد الصحافة وتستند هذه الحرب إلى مبدأين التعميم والتزوير صحافة 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 جاقلك صحافة جاقلك صحافة يتم التعميم بمحاربة أي وسيلة إعلامية سواء أفراد أو مؤسسات عن طريق الإغلاق وخطف العاملين في هذا المجال واغتيالهم وتكسير أدواتهم الإعلامية هذا من جهة ومن جهة ثانية يعمل الذباب الإلكتروني لميليشيات الحشد والحكومة على مهاجمة وقرصانة صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للناشطين أو القنوات الإعلامية بغية إغلاقها أو التشويش عليها أما المبدأ الثاني القائم على التزوير فتتولاه قنوات الحكومة والميليشيات حيث تعمل على تشويه صورة المتظاهرين والتقليل من أهمية الحدث تزامنا مع اختلاق الأكاذيب وتلميع صورة مسؤولي الحكومة وزعماء الميليشيات ومهما بلغت شدة القيود المفروضة على الصحافة إلا أن الحقائق لا يمكن إخفاؤها لا سيما في ظل وجود ناشطين وصحفيين نذروا أرواحهم ليوصلوا صورة الثورة وصوت ثوارها للعالم